بعد أيام من تكثيف الاحتلال قصفه واستهدافاته للمحافظة الوسطى يعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه عملية عسكرية وصفها بالمباغتة وسط قطع غزة فيما صرح مسؤولون إسرائيليون منهم وزير المالية قائلين إنه يتعين على إسرائيل تكثيف العمليات في رفح ودير البلح والنصيرات وجزء منها بدأ بالفعل وفي تفاصيل العملية في المحافظة الوسطى فإن الفرقة 162 بدأت حملة عسكرية تنفذها مجموعة قطالية من اللواء 401 ومجموعة من لواء نحال ووحدات أخرى تحت قيادة الفرقة 162 حيث قال جيش الاحتلال إنه قبل دخول قواته إلى المنطقة غارت طائراته الحربية والقطع الجوية التابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية فوق الأرض وتحتها وسط القطع إلى هذا أعلن الاحتلال تنفيذ الطلعات بالاشتراك بين القوات المنورة وسلاح الجو بناء على توجيه استخباراتي دقيق بالتزامن مع تنفيذ قوات السلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطع دعماً للجنود الذين ينشطون في المنطقة زاعماً العثور على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليته التي بدأها إلى هذا أفيد عن اشتباكات بين المقاومة وقوات المتوغلة شمال مخيم النصيرات وقد عمد الاحتلال للرد عليها بإطلاق نار من الطيران المروحي كما سجل قصف مدفعي عنيف شمال المخيم الجديد وفيما عمدت مسيرات الكوات كابتر إلى إطلاق النار تجاه الشارع الرئيسي بن مخيم الجديد في النصيرات أعلنت سير القدس أن مقاتليها سيطروا على طائرة كوات كابتر خلال تنفيذها مهام استخباراتية وسط قطع غزة إلى هذا سجل قصف إسرائيلي متواصل شمال مدينة الزهراء حيث شن الاحتلال غارات عنيفة ومتواصلة على مدار ساعات ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية استهدفت محيط جسر وادي غزة ومباني جديدة في مدينة الزهراء فيما أفيد عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال هناك